العلاقات على أساس واضح من الاحترام الكامل والمتبادل الاستقلال والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وببادئ القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي على أساس واضح من الاحترام الكامل والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هي أبرز النقاط التي ركز عليها حديث وزير الخارجية السعودي فيصل ابن فرحان والتي أكد أنها الأساس الذي يجب أن تبنى عليه العلاقات بين طهران والرياض عاقب قطيعة ناهزت سبع سنوات بعد أن هاجمت قوات الباسيج مقار دبلوماسية سعودية في طهران ومشهد قبل نحو سبع سنوات ابن فرحان وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني أمير عبداللهيان قال إن زيارته لطهران هي استكمال لاتفاق استئناف العلاقات بين البلدين الذي وقع في بكين في آذار الماضي فيما يجري العمل حاليا على استئناف افتتاح البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلدين الوزير السعودي لم يفوته أن يشدد على أهمية الأمن الإقليمي لا سيما أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في ظل التهديدات التي تطال السفن وعمليات القرصن التي تستهدفها في مياه الخليج العربي سواء من قبل الحرس الثوري الإيراني أو كلائه في المنطقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وخلال استقباله الوفد السعودي قال إن هناك جملة قضايا ومشاكل في المنطقة أصبحت مصدر معاناة للأمة الإسلامية وبالتعاون والحوار يمكن التغلب عليها وكأن طهران ليست طرفا أساسيا في تلك المصائب عبر احتلالها لعواصم أربع دول عربية مئة يوم منذ إعلان السعودية بدأ تطبيع العلاقات مع إيران قرار اتخذ عقب خيبة أمل دول الخليج العربي من الموقف الأمريكي المتماهي في تحجيم أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وبعد سلسلة استفزازات وعمليات ابتزاز مارسها نظام طهران طوال أعوام لتغيير بوصلة الأحداث وبأقل خسائر ممكنة ترجمة نانسي قنقر